موسيقى اللاعب الشادي ماريوس موانجيل ماجي الذي كان يلعب بنادي غازيل وقد كان لعبا مميزا وهدافا في تلك الفترة وبعد ذلك انتقل اللاعب الى نادي كوتون اسبور الكامروني وقد لمع بريق ماريوس اذ صار هدافا في الدوري ومن ثم تم نقله الى نادي بورتو افسي البرتقالية وتشير المصادر بانه يتقاضى ما بين 200 الى 400 مليون من الفرنكات الافريقية وهذا النبى يؤد فخرا لمسؤولي الرياضة ببلاد توماي تعيب التشادين والاتحاد الكرة القدم التشادية والفريغ الغزالة وكل الجمهور التشادي فرحان اليوم من ماريوس ومن المؤكد بان اللاعب ماريوس قد وقع لصاله نادي بورتو افسي البرتقالية بتاريخ الثامن من شهر المصار في هذا العام وينتظر الكثير من اللاعب التشادي اللامع بظهور عدد من اللاعبين الشاديين في الساهة الدولية لكرة القدم لعله ربما يساعد في تعهل المنتخب الوطني لكرة القدم يوما الى تصفيات كأس الامم الافريقية لكرة القدم